استيقظت ساكنة النظور اليوم الأحد على تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمال على مستوى الإقليم إلى 34 إصابة منذ بدء الوباء في البلاد وذكرت مصادر مطلع أن الحالات الثلاثة المسجلات اليوم تتعلق بثلاثة أشقاء من أسرة واحدة تقتن بدوار ولاد منصور بجماعة ولاد ستود انتقلت إليهم العدوى من والدهم المخالط للحالة الأولى المسجل بمدينة زيو في وقت سابق وإلى حد الآن استبع عدد التحاليل المخبرية التي شملت عددا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس العشرات على مستوى إقليم النظور فيما تم إخضاع أخرين من المنتظر أن تتوصل مديرية الصحة بالنظور بنتائجهم لاحقا وتهيب وزارة الصحة بكافة المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة العامة والانخراط الإيجابية في التدابير الاحترازية التي اتخذت السلطات المغربية لمواجهة تجار جائحة كورونا بكل وطنية ومسؤولية إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة